جريمة ما حصل في سنجار في المنتجة السياحي أثناء القصف الذي أدى إلى استشهاد عشرة وجرح أكثر من 23 يدمي القلوب ولو قضينا كل عمر نموت مشاريع دائمة مرة نموت من أجل هذا الزعيم وذاك القائد ومرة نموت من أجل هذا الحزب ومرة نموت من أجل اختلاف الأحزاب مع بعضها البعض ومرة القاعدة ومرة داعش ومرة القضايا المصيرية ومرة من أجل كذا المهم لازم أكوموت ليش أكوموت لأنه الناطور ما بيحظ القصة اللي ظهرت للشاب اللي صار لثلت أيام متزوج وراح يقض شهر العسل ومناك راح القبرة قصة في أي مجتمع آخر تهز الضمائر وأقصد هنا الضمائر الحية اللي تمتلك إنسانية وتمتلك قلوب رحيمة إلى الآن ضاع علينا الكتال تركيا تقول مواني ذول البككة البككة عدهم مولي أمر بمعنى أنه إذا كانت هي مو تركيا إذن تركيا هي المسبب وإذا كانت هي البككة فبمعنى أنه الميليشيات لها ظل آخر موالي لها يعني قضيتنا مو بس بالميليشيات إنما هناك تنظيمات أخرى تابعة للميليشيات كالذي يحصل في قصف كردستان أو مرات تقصف السفارة الأمريكية تطلع الفصائل وتطلع الفصائل المقاومة وتطلع ميليشيات وتطلع تنظيمات مسلحة تصرح وتقسم على مو هي اللي قامت بالقصف إذن هناك طرف رابع هناك طرف خامس سينهاي الأطراف إشلون موجودة وتمتلك بدفعية وتمتلك هاونات وتمتلك قنابل وتمتلك كل شيء وتقصف مدن وتستحوذ على أرض موجودة في ظل الدولة حسن يجي واحد يقول لي ما ندري ما نعرف هاي جيب لك عاقل جيب لك مسودن جيب لك مخبر يصدق يصدق أنه هناك تنظيمات تمتلك طائرات مسيرة وتمتلك مدفعية وتمتلك هاونات مركبة على عجلات وتمتلك عجلات وتمتلك قدرة على جر هذه الآليات ونصبها وإحداثيات وترمي بيها وتسحبها هو ما حد يعرفها مستحيل وإذا كان هذا لا بد أن يصدق إذن على العراق السلام بس نحتاج إلى موقف سريع خلال أيام يجب أن يلقى القبض على ذوله وذوله مصابة أن تلقى القبض عليهم من يدعمهم من يقف فراءهم من يقف خلفهم وإذا كانت الرواية التركية ما نحن اللي يضربنا طيب من اللي يضرب السيارة المدنية في الموصل هذا التعقيد المفروض الخارجية العراقية والبرلمان العراقي والحكومة العراقية اللي لا تدعه يطول كثيرا أنا بديت بهاي المقدمة لأنه هذه أيضا شكوى منا نحن العراقيين اللي شوكت وبيا سنة وبيا عام راح نأمن على حياتنا ولشوكت هاي القطعان السائبة تبقى تسول وتجول وتقصف وتقتل بهذا الشكل المريع في ظل سمت مطبق كل من يقول أنا لا أعرف من أطلق النار والله كذب إذا كان من الداخل وإذا كان من الخارج وانا لا أقف كثيرا عند التبريرات التركية هاي ليست المرة الأولى تركيا إذا ما ضربت شعرت 28 قاعدة موجودة في أقليم كردستان شنو سبب تواجدها في لينواء شنو سبب تواجدها في بعشيقة من يسمح لهذا القوات تدخل واش وقت راح تصحون على أنفسكم أنه هاي قضية وطنية تلحق العار بكل من موجود بالسلطة الآن سواء بالبرلمان بالتشريع بالتنفيذ بالقضاء في أي موقع مسؤولية حكومي هذا الدم العراقي الذي أريق وأصبح رخيصا إلى هذا الحد يتولاه من في المسؤولية ويتحمله اليوم وغدا وأمام الله ويجب أن تكون هناك ردة فعل جماهيرية سلمية لهذا ما يصير تركيا تستبيح كل شيء وحزب العمال الكردستاني في قضاء اسم سنجار يتحكم بهذا كله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر